تسمم حوالي 198 شخصا في الولاية هذا تسمم في وهران واحدة نعم وهو كذلك استقبلتها طبعا عن المصالح الاستشوائية هناك جاء الدور هذه المرة في ولاية المسيلة حيث شهدت المصالح الاستعجالية بمستشفى بنصرور بالتحديد تسجيل أزيد من 120 خالة تسمم ظهرت عليها نفس الأعراض خلال عشرة أيام الأخيرة حيث عرفت توافدا لمواطنين لديهم أعراض مرضية متشابهة حيث قامت ذات المصالح بإبلاغ الجهات الوصية للتدخل ومعرفة ملابسات القضية ومعرفة الأسباب وراء هذا العدد الكبير تسممات حيث قامت مصالح البلدية رفقت ممثلي قطاع الصحة بأخذ عينات للماء الشروب لإجراء تحليل كانت نتائجها سلبية وقامت ذات المصالح بتعيين لجنة أخرى لأخذ عينات أخرى تأكد من الأسباب الحقيقية التسممات التي لم تسجل أي حالة خطيرة حيث تم الاحتفاظ بثلاث حالات فقط داخل المصطالحة الإستشوائية في حين أن كل الحالات غادرت المستشفى بمجرد تلقي العلاج تفاصيل أكثر في ميكروفون صوفيا قوادري منذ تاريخ 25 سبتمبر بدأ توافد المرضى من حل لآخر على دفعات نتيجة أعراض متشابهة منها الإسهال والتقيؤ والمؤسسة قد أخذت جميع الاحتياطات وتم التكافل بجميع المرضى الحالات المصجلة لحد الآن لا تتجاوز 120 حالة وهي متفرقة منذ تاريخ 25 سبتمبر قمنا بإجراء التحاليل اللازمة على مياه الشرب التي كانت هي المشكوك فيها أولا عبر أكثر من نقطة توزيع والتي أكدت لنا بعد ظهور النتائج أن النتائج كانت سلبية وهذا ما يعني استبعاد المياه من حالة الإسهال بعدها تم تشكيل الفرقة وهذا من أجل التحري والتحقيق حول أسباب ظهور هذه الحالات والتي يفترض أن تكون غذائية ممكن أنها تكون من الفواكه أو الخضاء